اهلا بكم النهاردة حوار مثير طبعا وهو متاع والرابط ما بين السمنة والمشاكل النساء مشاكل الانجاب رابط كمير الحقيقة السمنة بتعمل علاقة وثيقة جدا مع المبايد في حالة تكيس المبايد قصة مثيرة جدا البي سي او البولي سيسيك اوفري تكيس المبايد او متلازمة الايد او متلازمة الدفكت او المشاكل الميتابوليزم البناء والهد تلاقي ستة عندها تكيس المبايد عندها سمنة عندها زيادة في الشعر عندها بدايات سكر او احتمالية سكر عندها زيادة الكوليسترول وممكن الضغط يكون عالي ستة غريبة جدا السمنة برضو مع الحمل قصة مخيفة ومسيرة للغاية لانه مع السمنة تسمم الحمل ممكن يزيد مشاكل الحمل ممكن تكبر الطفل ممكن يطلع عنده سكر هنشوف هنشوف هنسمع كلم كتير عن السمنة والحمل تعالي نشوف احوار ممتع اكيد هتستمتعو به لانه مهم جدا جدا في مصر طبعا جديد الانتشار مع القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم نسا وتوليد اللي بيفرحني جدا وبسعيدني جدا بحواره الكثيف المعلومات الرائع واختياراته كمان للمواضيع ضيفانا المتميز دائما لساس دكتور عادل بن حسن يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحقن المجهي يعتمد على شخص واحد هل تشوهات الحياة البنوية تلعب ضوء كبير كده في فشل الحقن المجاري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس في الحال المنوة تشوهات الراحم منها الست موجودة بيها ومنها نتيجة لتلاخلات خاطئة هل الأوراق اللي فيها لهذه الدرجة تؤثرها الحقن المجاري؟ جميع الأوراق اللي فيها يمكن استساعدها الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النسا والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنبيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية بألمانيا وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم ضيف العزيز للسوء الدكتور عادل أبو الحسن طبعا استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين استشاري حقن المجهري وأطفال الأنبيب زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات الميكروسكوبية الألمانية قضل الجمعية الأمريكية للخصوب العقم الاسم الكبير أهلا بك دكتور عامي أهلا بك دكتور عامي ها اختيارك للسمنة وتأثيرها على الحامل والإنجاب اختيار موفق جدا لأنه موضوع خطير لكن خلينا أبدأ بمعنيني الأول قبل ما أدخل للنساء السمنة أنواحها السمنة يعني بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو الموضوع دقيق شوية خاصة نفيحة الدولة الوقت بتعمل حاملات كبيرة جدا لمحاربة السمنة لأنها بتكلف الدولة كتير جدا بتكلف العالم بلايين منها الدولارات وانا أحاية دولة على كده طبعا يعني احنا لو احنا اهتمينا بالسمنة طوال السنة القادمة بس وانجزنا فيها احنا هننجز حاجات كتير كتير جدا حقيقة فده مجهود مشكور جدا من الدولة يعني من ضمن من أحد البرامج الصحية قوية جدا من الدولة بتعملها السمنة يعني زيادة معدل قتلة الدهون في الجسم والسمنة دي أنواع فيه أربع أنواع للسمنة فيه النوع الأول اللي هو جلوبال أوبيزتي جلوبال أوبيزتي يعني الدهون متكونة في كل أنحاء الجسم بالنسبة معينة بحاجات متساوية فوق زي تحت في كل أجزاء الجسم اسمها جلوبال أوبيزتي فيه حاجة اسمها ترانكا الأوبزتي يعني الدهون متركزة في الجزء الأعلى من الجسم والبطن دي بسمها ترانكا الأوبزتي يعني شكل عام زي شكل قبل قبل شيء بقى شكل التفاحة فوق عريض وتحت قليل اسمها ترانكا الأوبزتي فيه حاجة اسمها فيسرا الأوبزتي يعني السمنة متركزة فيه الأحشاء والأعضاء الداخلية دي اسمها فيسرا الأوبزتي فيه حاجة اسمها جلوتيو فيمورال أوبيزتي يعني السمنة أو الدهون متركزة في الأرداف وفي الجليم دي ده رابع نوع وكل ما درجة الأوبزتي بتبقى متقدمة كل ما كان تأثيرها أعلى على الوظيفة بالطبويد يعني أو للبحث عن الحمل أو بحث عن القدرة الإنجابية فيه حاجة اسمها برضو لازم نفرق ما بين الأندرويت والأوفر ويت الأندرويت يعني البدماس إندكس بتاعه أقل من 18.5 الأوفر ويت اللي هو البدماس إندكس بتاعه فوق التلاتين أو فوق التسعة وعشرين وطبعا برضو بلها تأسيمات stage 1, stage 2, stage 3 من 30 إلى 35 ده stage 1 من 35 إلى 40 stage 2 من أباف 40 stage 3 اللي هي سوبة أوبزتي ده يعني زي بريف كده أو زي معلومات بسيطة عن أنواع السمنة السمنة طبعا لها مخاطر جمدة جدا بداية من البحث عن الإنجاب وتأثيرها على الست وتأثيرها على الزوج يعني الزوجة والزوج لها تأثيرات على الزوج أولا عشان نخلص منه بسرعة بتأثر على حكتين مهمين جدا بتأثر على القدرة الجنسية بتأثر على الرغبة الجنسية بتأثر على قوة الانتصاب العضو الزوجة ده بالنسبة للرجالة كمان بتأثر على عوامل الحرامات المنوية نفسها من حيث العدد والحركة بتقلل العدد وتقلل الحركة وكمان بتأثر على الـ DNA إنتجرتي أو معدل سلامة أو معدل تكسير دي الـ DNA تعحان المنوية فده بالنسبة للرجالة ودي حاجة قوية جدا ومهمة جدا وفيها بحاس كتير خالص بالنسبة للسيدات بتأثر على قدرة إنجابية من ناحية وأثناء الحمل ده شقة تاني وبعد الولادة شقة تاني بالنسبة للتأخر إنجاب بتأثر على البويدات بتأثر على بطنطرحم بتأثر على البويدات إنها بتغيى في تركيبة التركيبة الهرمونية للسائل اللي جوها البويدة فيقلل الإستروجين بروجسترون فيدي بويدات كوالي تبتاعتها مش كويسة أو رديئة وبالتالي قدرتها على الانقسام وقدرتها على التخصيب مش عالية قليلة وبالتالي يبقى نسبة الحمل مش كبيرة ده بالنسبة للبويدات بالنسبة للبويدات بالنسبة لبطنطرحم بتأثر على مستقبلات مستقبلات معينة في بطنطرحم بتؤدي إلى التساق الأجنة أو نحطها جوة تجويفة في الحقن المجهري أو حتى لو مش في الحقن المجهري في الحمل الطبيعي الويدة المخصبة اللي لا تلتسق في بطنطرحم نتيجة لوجود السمنة عشان فيه هرمون اسمه الليبتن الليبتن ده موجود في الناس مثلما الأوبيز أو الأوفر ويت الليبتن ده بيعمل حاجة بيأثر على الـ LH سيرج فيه هرمون مسؤول عن التبويد اسمه LH مما بيوصل لسيرج معين أو عند بيك معين بيحصل التبويد هو بيقلل هذا السيرج وبالتالي ما بيحصلش تبويد وبيقلل جدا فرص التبويد فما يحصلش حمل ولو جينا عملنا حقن مجهري فهذا الليبتن بيأثر برضو على بتانتر رحم وتجويف الرحم يخلي بتانتر رحم ما تستقبلش أجينة بشكل كويس فيزيد معدل الفيليا أو الفشل في الحقن المجهري وإذا حصل حمل بيزيد معدل الإجهاد أو المسكارج طيب كل ده ما حصلش وحصل حمل هتبقى الست عرضة لإيه هتبقى عرضة لإيه ريئك لمس اللي هو تسمم الحمل هتبقى عرضة لديابيتس النوع الثاني اللي هو السكر سكر الحمل وبالتالي البيبي يطلع عنده سكر جيستيشنال ديابيتس ويطلع البيبي كمان عنده عرضة نحصله تشوهات بالذات في العمود الفقري في اللي هي سكر أجينيس سكر أجينيس فده أثناء الحمل وطبعا فيه بولي هيدرامنوس فيه مياه كتير جدا محاولين الجنيم والبيبي بيبقى ماكروسوميك كبير جدا حجما فهيزيد معدل الولادة القيسرية لأنه هيبقى أكبر أكبر حجم الطبيعة وبالتالي مش هينزف الولادة طبيعي فهيزيد معدل القيسرية ولما بزيد معدل القيسرية لوحدة ديابيتك أو عندها سكر هيزيد معدل إنفكشن حتيها من العملية فهيزيد معدل إنفكشن برغم كل الاحتياطات بس فالدول بيحتاجوا طبعا رعاية خاصة بيحتاجوا طبعا متابع مخصوص بيحتاجوا يعني يعني إجراءات كتير جدا بداية من متابعات دقيقة كل أسبوعين أو كل ثلاث أسابيع مع صنار وربع الأبعاد في أوقات معين عشان نتفادي كل هذه المضاعفات يعني فتأثير السكر تبير جدا في حاجة مهمة كمان قوي في الحقن المجهري الناس اللي عندهم سمنة بيحصل إن هم بياخدوا أدوية زيادة عن الناس العاديين عشان معدل كوتيت الجسم عندهم عالية جدا فبياخدوا أسات جدا فبياخدوا أدوية كتير جدا فيبقى الكوست بتاع الدواء عالي والأسات كمان تأثيره على البواردات ما بقاش كتير فتطلعوا عدد بواردات قليل لإنه مهما خد دواء كتير الجسم كبير قوي فاستجابت المبيض نسبة الحمل بتبقى أقل من الناس الوزن المثالي نسبة إن الحمل يكمل كويس برضو بتبقى أقل من إنسان الطبيعي نسبة الإجهاض بتبقى عالية فكل ده مهم جدا مرتبط لتباط وثيق بالسمنة ومرتبط لتباط وثيق بالأديبروستيشو اللي هو مسؤول عن حدوث السمنة أساسا كل ما زاد الأديبروستيشو أو معدد كترة الدواء في الجسم كل ما زاد كل ما زاد الأندرجن بيطلع ويجي هنا الإعلاقة الوثيقة اللي اكتشفها ليفنسال سنة 1934 اللي هي المتلازمة بتاعة التكيس المبايد مع ذات الشعر الكسيف مع تأخر الحمل ونخدش في الدليل بتاعة التكيس المبايد اللي هي بتبقى مرتبط لتباط وثيق بالسمنة في حاجة تانية في العيوب الخلقية للأطفال في كتير في عيوب خلقية كتير زي مثلا ممكن يحصل له كاردياك أنوماليز يعني عيوب في القلب زي الفي إس دي اللي هو الصق الصق اللي في القلب بيحصل هرنيشن أو فتق في العمود الفقر غير السكر الأجين العظمة مش موجودة ساعة يحصل منينجوسيل اللي هو فتق في الأسفل العمود الفقر والحاجات السحية اه الحاجات دي بقى بقى لها علاج جراح وبيتدخل وبيتقفل عن طريق جراحين المخ والأعصاب بس دي أشهر حاجة موجودة في اللي هي المينجو مييلو سيل اللي هي الفتأ أو هرنيشن في السائل اللي هو الجوة العمود الفقر دي أشهر حاجة مع السكر الحق المجهري والناس اللي عندهم سمنة وخصوصا كمان لما بعد ما يعملوا بساعات اللي عندهم سمنة يعملوا جراحات سمنة زي تحويل المسار أو تكميم المعدة هنبدأ نروح نفكر في الحق المجهري إمتى بعد جراحة سمنة الحق المجهري أو الحمل بصفة عامة يجب أن لا يحدث قبل سنة إلى سنتين من جراحات السمنة جراحات السمنة بقت أكبر أكتر عدد من الجراحات بتتم في العالم دلتها جراحات سمنة رقم واحد التكميم يجي بعد كده بقى البيباس أو البيباس أو نحويل المسار الرينج خلاص اختفت الرينج اختفت فعمليات التكميم وعمليات البيباس يتحويل المسار يجب أن لا يحدث حمل قبل سنة إلى سنتين بعد إجراء مثل هذه الجراحات ولازم طبعا بيمشوا على فيتامين زي فور لايف بالذات في البيباس هي تحويل المسار لديهم نقص شديد في الحديد والكالسام ومعادم كتير فلازم بياخدوها لمدة معينة طبعا فور لايف ياخدوها على طول بس بجرعة مكسفة في أول سنة أو سنتين ولا ينصح أبدا أنه بيحدوث الحمل أو إجراء حمل حق المجهية أو أي إجراء من شأن أنه هو يحصل بحمل قبل ما يعدي سنة أو سنتين من إجراء إجراءات السمن هنا إذا ما إحنا شايفين في السورة عملية التكميم كل الناس بيعرفيها يعني يعني دي بايباس دي اسمان ميني بايباس دي الميني بايباس التكميم يعني بيشيل تلتة بعد معده تأييب ويحولها إلى تيوب هم عارفين بيتابعوا معانا بيتابعوا معانا الجراحات السمن فالحقيقة قبل جراحات السمن وقبل التكميم والكلام ده فحاجة اسمها هاي دي بقى التكميم لايف ستايل موديفكيشن لازم قبل ما أفكر في الحمل قبل ما أفكر في الخلفة والإنجاب لازم لازم أخس لازم أعمل أنا مجهود عشان أخس لازم أغير طريقة أكلي ربنا نصفحات تعالى في القرآن الكريم هو إيه وكله واشربه ولا تصرفه إن الله لا يحب المسرفين فالعقل في كل شيء كويس حتى في الأكل فإحنا لازم نغير من طريقة أكلنا لازم نلعب رياضة كل يوم لازم نتماشى 150-180 ديار في الأسبوع لازم نقبل الكالوريز من 500-1000 كل يوم دي اسمها لايف ستايل موديفكيشن ده لازم ده أساسي معاه ميديكال تريتمنت اللي هي فيه أدوية معانية مشنوب أسامي عشان ندود إعلاناته والكلام ده الأدوية دي بتقلل بتقلل كريد جدا جنب اللايف ستايل جنب الكريم منهج الحياة فيه حاجات بتشتغل على مركز الشبع في المخ ودي مهمة جدا وجيب نتائج كويسة جدا وفيه حاجات بتشتغل سنترل وفيه حاجات بتمنع امتصاص الدهون من الجسم كله دي أدوية كتير جدا وكلها أثبتت مجهات كويسة بيتم استخدامها وجيب نتائج كويسة جدا فيه حقا بتتاقي كل أسبوع بتخصص كويس جدا قبل محد يفكر من حق المجهاري يابن شوية مجهود ويلتزم بالعلاج هيمشي بدون لجوء للجراحة يعني بس استل الجراحة دلوقتي بتخلص الموضوع وبتنهي مشاكل كتير جدا جدا بذات السكر السكر والضغط والحاجات دي طب عايز بقى أتكلم عن الموضوع المهم مع السمنة هو تكايس المبايد لأنه ده أكتر متلازمة أعتقد بتتواجهوها يعني إيه حاول تكايس المبايد ما هو تكايس المبايد أصلا تكايس المبايد هو خلل هرموني يعني هو أساسا خلل هرموني هايبر اندروجينيزم الـ LH أو هرمونتستسترون فيتستسترون وتوترستسترون والـ LH بيبقوا عاليين عن الطبيعي هذا الخلل هرموني ينتج عنه عدم انتظام في الدورة الشهرية تأخر في الإنجاب ظهور شعر كسيف في أماكن حساسة عند السيدات تلات حاجات دول مهمين جدا 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 تكايس المبايد بيجي مع السمنة ده فيه طبعات وصيق بين السمنة والتكايس المبايد اللي اكتشفها لفنسال سنة 1934 فتكايس المبايد احنا عملنا فيه أي حرقات كتير قبل كده ده منظر كلاسيكال بتاع تكايس المبايد كل مبايد حجمه كبير جدا بيوصل لـ 10-12 سنتي ومليان حوالي 20 فوليك المحواطن المبايد كله حجم كل فوليك اللي وعدها من 9-12 ملي والتبويض بقى ضعيف ايش فيه طبويض البوايد ما بتعافش تخرج فده دي الميزة الأساسية او ده السمة المميزة لتكايس المبايد كورونيك آنوفيوليشن وبوضي بقى ضعيف جدا فبيأخر الحمل وبنلجأ كتير جدا لعمل حقن المجهري بعد لو فشلنا في إجراء تنشطات بطريقة معينة ستيب وايز يعني خطوة 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 لحد ما نوصل من 3 شهور إلى 9 شهور ما حصلش حمل بالرغم من النشطات اللي احنا ديناها بننقل بعد كده بقى للتلقيح الصناعي او الحقن المجهري وفي الغالي بتتحل المشكلة كنا زمان بيعملوا حاجة اسمها تسقيب بالليزر يعني حاجة تفتكر معانا حلت المشكلة بس برضو حتى بقى ده انا نبطلها خلاص ما عادش لها لازمة الحقن المجهري حل المشكلة عنوقف قدام التكاوس والمباطف حاجة يعني الأدوية اللي بتتاخد عشان تعمل تنشيط للمبيض يعني ناس كتير فيها زي ما قولوا لخبطة ثقافية عند الناس فيه ناس يقولك لا الأدوية تي خطيرة وانا شفت بنت عمتي جال هستس او دخلت عناها مركزة فيه ناس تانية عندنا اعتقاد ان انا لو مخدتش هذه الأدوية بانا ما بعالجش مثلا انت كاس المباطف بص حضرتك هو تنشيط المبيضين في حالات كاس المباطف عايز حرفية عالية جدا فيه حاجة اسمها step up protocol وفيه حاجة اسمها step down protocol يعني ايه step up يعني انا ابدأ بجرعة كبيرة وبعد كده اقلل ده اللي بيخدش في مشكلة وفيه step down ابدأ بجرعة قليلة وعلى step up هي ابدأ بجرعة قليلة وعلى step down ابدأ بجرعة كبيرة وانزل بالزبط كده الأحسن ان ابدأ بجرعة قليلة وعلى ليه؟ انا مالك الموضوع في ايه دي لكن ربط بجرعة كبيرة والموضوع خرج من ايه دي مش عارف اوقفه حطاري بقى في الآخر اعمل تجميد كل الأجنة وانقل في شهر تاني ودورة تانية وده طبعا برتوكول وده احسن حاجة دلوقتي في الكاسم المبايد فلازم استخدم ادوية بمواصفات معينة بجرعات صغيرة جدا تكون متناسبة مع عمر السيدة الاول ومع تحليل الـ AMH بتاعها ما ينفعش النهاردة بكون الحالة عندها تكاسم المبايد مش عاملاتها تحليل AMH مش مستحيل AMH اللي هو الـ مخزون المبيض حاجتين مهمين جدا في تحديد مخزون المبيض الـ اللي هو عدد البوادات في كل المبيض مي بيابتك فاحنا هنا مهم او 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 ما حنا عارفين احنا دخلين على ايه حاجة تكاسم المبايد لازم نقول للناس دي حاجة تكاسم المبايد حنبدأ معا البرتوكول الفلاني بالادوية اللي هي صفاتها كذا بعدد ايام معينة وهنوصل في الاخر يعني عندنا مثلا 14 بوايدة 18 بوايدة 20 بوايدة اكتر من 18 بوايدة يا جماعة لو طلعهم بالرغم من كل الاحتياط اللي احنا عمناها هننجمد كل الاجنة ونرجع بعد شهر بعد اتنين دي يكون الرحم هدي ويكون مبايد هديت وبقى نسبة الحاملة اعلى فهي دي تركة اللي فكيس المبايد انت انا وبرطيني وشرفتين ضيف العزيزة القمة العلمية الكبيرة الاسسد دكتور عدل ابو الحسن استشاري امراض النساء والتوليد وعلاك العقم عند الزوجين واستشاري الحق المنكاري واطفال الانبيب وزميل الجماعة كيل بالمناظر والجرحات المايكروسكوبية بألمانيا وعضو جمعية الامريكية للخصوب والعقم كان ضيفي في واحدة من اهم حلقتنا على الاطلاق قسمنا وعلاقتها بتأخر الانجاب يبدو انها علاقة وسيقة للغاية خاليكو دايما مع الدكتور